اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيان صدر عن القوات المشتركة في الساحل الغربية بسم الله الرحمن الرحيم ويمكرنا ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم في الوقت الذي نتطلع فيه لتوحد صفوف كافة القوى والمكونات المناهضة للمشروع الحوثي الكهنوتية الذي دمر الوطن واهلك الحرث والنسل وصادر مؤسسات الدولة وادخل البلاد فئتون صراعات داخلية وحروب لا تبقي ولا تذر يحاول البعض الاصلياد في الماء العكر من خلال اطلاق تصريحات تضرب وحدة الصف المقاومة للميليشيات الحوثية ومشروعها الظلامية واننا في قيادة قوات المقاومة المشتركة بالساحل الغربي نبدي استغرابنا الشديد من التصريحات التي اطلقها مؤخرا قائد محور تعز بشأن مديريات الساحل الغربي وتهديداته بتحرير المحرر والذي كان من المفترض في بأن يوجه هذا التهديد الى الميليشيات الحوثية الانقلابية التي ما زالت تحتل أجزاء كبيرة من محافظة تعز وتفرض على أهلنا فيها حصارا جائرا وتضيقهم الويل والثبور وما أعتبرنا مثل هذه التصريحات هروبا من استحقاق تحرير ما تبقى من المحافظة الجريحة بسبب ما تمارس الميليشيات الانقلابية ضد أهلنا في تعز العلم والثقافة لقد كنا نتمنى من قائد محور تعز النأي بنفسه والابتعاد على الخطاب الداعي للتشتيت وتبني خطاب واعي وعقلاني يغلب المصالح العليا للوطن على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة وأن يوفر الجهد والوقت والقوة لتحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وأن لا يقود الصف الجمهوري المناهض للمشروع الحوثي إلى قضايا هامشية وصغيرة لأن لدينا جميعا قضية كبرى تتمثل في الدفاع عن الجمهورية التي تحاول اليوم ميليشي الظلام الحوثي مصادرتها والعودة بنا إلى مكة بلسادسة والعشرين من سبتمبر 1962 مؤكدين بأننا في القوات المشتركة في الساحل الغربي سننآب أنفسنا الدخول في مثل هذه المهاترات التي لا تخدم قضية شعبنا المتمثلة في الخلاص من ميليشي الدمر الحوثية مجددين العهد لشعبنا اليمني العظيم بأننا وبثقة المؤمن وجسارة الثائر وخبرة وحكمة المجرب المقتدر سنواصل نظال وتقديم التضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخليص شعبنا من عبث وأجرام عصابة الحوثي التي عاثت في أرض اليمن الفساد وأحلت سفك الدماء خدمة لمشروع الظلامي المتخلف الممول من دهاليز حوزات قمة الإيرانية وصدق الله القائل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم صادر عن قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي وضع قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية حجر أساس مدينة الثاني من ديسمبر إشارة إلى تنمية المناطق المحررة والانطلاق صوب المستقبل المنشود الذي ينتظره اليمنيون ليمن ما بعد الحرب المقاومة والسلطة المحلية في مربع المخى شرعية شعبية طهرت وتؤمن الأرض وشرعية مؤسسية هي من تحرك المياه الركدة جميعهم قالوا بالصوت الواحد أن 2020 عام بناء وتنمية حضارية لمديرية شهد العالم لها أنها ميناء منذ سبعة قرون ماضية نستقبل العام الجديد 2020 ندشن هذا المشروع السكني لأسر النازحين من بطش الكهنوت في المناطق الخاضعة لسيطرته ولمقاتلين المقاومة الوطنية وأسرهم الذين شردوا الكهنوت من منازلهم ودمر بيوتهم مثل ما حققنا انتصارات على الأرض في الحرب نحن الآن نعمل على تنمية المنطقة التي حررها دماء الشهداء ولو لا فضل دماء الشهداء لما كنا اليوم موجودين هنا القائد طارق محمد عبدالله صالح كان عند المسؤولية والإمارات العربية المتحدة هي الدائم الرئيس لإنشاء مدينة متكاملة لمنتسبي المقاومة الوطنية حراس الجمهورية مقاتلين وجرحى وأسر شهداء ونازحين من صعدة إلى المهرة هربا من بطش الميليشيات خطوة يراها الجميع أنها بادرة طيبة لاستثمار المناطق المحررة وتحويلها من مؤخرات للجبهات إلى مناطق حيوية نتمنى أن يعود كل اليمنين إلى بيوتهم إلى قراهم إلى مدنهم دون أن يخافوا غير الله اليمني الذي عاش حر وتربى على الديمقراطية والحرية خلال العقود الماضية من الزمن وخاض أكثر من دورة انتخابية أصبح اليوم داخل صنع لا يستطيع أن يتحدث أو ينتقد داخل مقيل مدينة الثاني من ديسمبر تعد سهما من المقاومة والأشقاء في بنك التنمية اليمني ويبقى الدور على الحكومة والمستثمرين الذين يعول عليهم تنمية المناطق المحررة لن نظر إليها كمعسكرات فقط ندعو الحكومة بالقيام بواجباتها في تنمية المنطقة كذلك القطاع الخاص مثل برجال الأعمال في المناطق المحررة بحاجة إلى رؤوس الأموال اليمنية المغتربة أن تأتي إلى هنا لتستثمر في المباني في الطرقات في الجامعات في المدارس في الكهرباء في كل مجالة الاستثمار ستمائة وحدة سكنية هي باكرة مشروع مدينة الثاني من ديسمبر في المخا المديرية التي باتت عنوان التحرير والتخلص من ميليشيات الحوثي بل أنها تفتح ذراعها لكل من قرر الانخراط في معركة اليمنيين لاستعادة أرضهم وجمهوريتهم وشرعية مؤسستهم في الحديدة قصفت ميليشيات الحوثي بالقضائف المدفعية والصاروخية الأحياء السكنية وشنت هجوما على مواقع القوات المشتركة تصدت له بكل بسالة وتم إحراق مخزن للأسلحة تابعا للميليشيات الحوثية لا تزال مدينة حيس جنوبية محافظة الحديدة في مرمى قصف الميليشيات الحوثية الذي يتواصل على الأحياء السكنية بالقضائف المدفعية والصاروخية قضائف الهاون عيار مئة وعشرين وصواريخ بعشرة أمطرت بها الميليشيات مركز مدينة حيس وأحياء متفرقة من المديرية تسببت في حالة من الضعر والخوف بين المواطنين نحن اليوم كما ترون واقفون في متارسنا نتصدر الهجومات اليومية التي تحصل على المتارس وكل ما هناك إنهم حينما يعجزوا عن مواقهتنا يقومون بكسف المدن السكنية الميليشيات شنت هجوما على مواقع القوات المشتركة من مفرق سقم في الجهة الجنوبية للمديرية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة إلا أن القوات المشتركة تصدت للهجوم الذي استمر لمدة ساعة وتم إحراق مخزن أسلحة تابع للميليشيات الحوثية وكان استضلاع القوات المشتركة رصد تعزيزات وتجمعات للميليشيات الحوثية من جهة الجنوب والشرق للمدينة بعد استقدامها عناصر لها بعد تدريبهم في مديرية جبل راس وفي منطقة جبال الراغة المحاذية لمديرية جبل راس واتخذت قرى ومزارع المواطنين متارس وخناتق وتحصينات لها هناك هناك توقع في القهاء الشرقية وهناك توقع في القهاء الشمالية من قبل ميليشيات الحوثية على من؟ على المساكن والمدن فقط أما بالنسبة لنا فنحن واقفون صالمدون مستعدون لهم في أي وقت وتواصل ميليشيات الحوثي مسلسل انتهاكاتها وخلوقاتها للهدنة الأممية في استهداف الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة بشكل هستيري وممنهج منذ بداية اتفاقية الهدنة دون أي مراعاة أو التفاتة لمعاناة أبناء حيس الذين تتساقط عليهم القذائف الحوثية بشكل شبه يومي كما واصلت ميليشيات الحوثية عمليات استهداف وقصف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح مديرية بيت الفقيب المدفعية والأسلحة المتوسطة والقناصة مصادر عسكرية وضحت أن مواقع القوات المشتركة تعرضت لقصف مدفعي بقذائف مدفعية الهون وضيفة أن عناصر تابعة للميليشيات الحوثية استهدفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة جمالي المنطقة بالأسلحة المتوسطة والقناصة وعلى فترات متقطعة خلال ساعات النهار وحتى مساء الخميس كما قصفت ميليشيات الحوثية بمختلف الأسلحة الثقيلة مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة مديرية التحيطة وأشرت مصادر ميدانية أن الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في الفازة بقذائف مدفعية الهون الثقيل والأر بي جي ومعدلة البيكا والتوشكا وأيضا أسلحة القناصة طلع وكيلو أول محافظة الحديدة وليد القديمي أثناء زيارته لمطاحن البحر الأحمر في المناطق المحررة من مدينة الحديدة طلع على الأضرار التي لحقت بصوامع الغلال جراء القصف الحوتي أواخر ديسمبر الماضي والذي تسبب بإطلاف أكثر من ثمانية أطنان من مادة القبح بعد توقف المعامل عن العمل بمطاحن البحر الأحمر نتيجة للعمل الإرهابي البليشاوي الذي تعرضت له المطاحن في السادس والعشرين من ديسمبر أواخر العام الفائد الفين وتسعة عشر لتستقبل عصابة الإجرام الكهلوتية العام الجديد عشرين عشرين بعمل إجرامي ضمن جرائمها المتعددة في ظل سياسة التجويع التي تنتهجها عصابة الحوث الإرهابية بحق المواطن اليمني المغلوب على أمره بدوره قام الأخ الأستاذ وليد القديمي وكيل محافظة الحديدة بزيارة للمطاحن البحر الأحمر والإشراف المباشر على عملية إعادة التشغيل وتشغيل المعامل وإرسال الكميات السابقة التي توقف العمل وهي في طريقها للتصدير إلى المحتاجين بالمحافظات اليمنية دون استثناء ميليشية الحوثي تستهدفها مطاحن البحر الأحمر وكما ترون هذه الاستهدافات رغم أن فريق الأمم المتحدة والفريق العاملين على المعالجة ما زالوا موجودين وقد تم إخراج كميات من هذه المواد يتم الآن تجهيزها وترتيبها وخرجها عبر الخط الساحل البحري الذي يعتبر هو الممر الآمن بعد رفض ميليشية الحوثي في فتح الممر الإنساني الذي طالبنا به من ميناء الحديدة وشارع صنعاء وكيلو 16 ومديرية باجل إلى العاصمة صنعاء طبعا هذه كميات كبيرة من الكمح الذي تم إتلافه من قبل ميليشيات الحوثي وكان الأحق به أبناء الشعب اليمني من هنا نرسل رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى المبعوث الأممي مارتين غرفيت وإلى رئيس لجنة الانتشار أن يتم الضغط على هذه الميليشيات بفتح الممر الآمن من ميناء الحديدة وشارع صنعاء وكيلو 16 إلى باجل ثم إلى صنعاء وإلى بقية محافظات الجمهورية نحن على استعداد في العكومة الشرعية ممثلتا في فخامة الأخ الرئيس عبد الربو منصر هادي الذي يولي اتفاق السويد والسلم الذي نجنح له دائما ولكن الميليشيات هي من تضطر إلى الحرب وهي من تسعى إلى التدمير وإلى الخراب ولكن هناك أبطل كثيرين على مداخل مدينة الحديدة وقواتنا متواجدة ولا يريدون سوى التوجيه من القيادة السياسية وسنكون خلال ساعات بسيطة داخل ميناء الحديدة التي تبعد من هنا ما يقارب الكيلو ومائتين متر فقط المسافة خط شارع صناعة عني خمسة كيلو حوالي خمسة كيلو لما تصل كيلو ستاش خمسة كيلو خمسة كيلو نعم نحن تمشي حوالي أربعمائة كيلو لما ترجع كيلو ستاش نشكر جيارة الأخ وكيل محافظة الحديدة تمام على جيارته عندنا في المصنع للنظر في موضوع إصابة المصنع هذه وضرار المصنع ما وقع فيه خلال الأسبوع هذا بعد تعرض مطاحن البحر الأحمر للقصف الهستيري من قبل عصابة الإجرام الكهانوتية التي أتلفت الحبوب في هذه المطاحن التي تحتوي على أكثر من 51 ألف طن من الحبوب بعد زيارة السلطة المحلية للمطاحن عادت المطاحن للتشغيل والآن تبدأ التصدير إلى المستحقين لهذه الحبوب لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب بن امران من مطاحن البحر الأحمر مدينة الحديدة عروس البحر الأحمر في تعز تتوالى خسائر الميليشيات الحوثية نتيجة الضربات الموجعة التي توجهها لها القوات المشتركة في جبهة البرح الغربي المحافظة دك التحصينات وتدمير المعدات والآليات الحوثية من قبل أبطال القوات المشتركة في محيط مدينة البرح بمديرية مقبن محافظة تعز عمليات استهدافية مركزة دأبت عليها القوات المشتركة لإلحاق المزيد من الهزائم بالميليشيات الحوثية الضربات التي قامت بها وحدات المدفعية في القوات المشتركة تأتي بعد رصد دقيق للمواقع التي يتمركز فيها عناصر الحوثي لاستهداف المدنيين من خلال القنص والقصف على مساكنهم ميليشيا الكهنود كانت قد لجأت في الفترة الأخيرة إلى استهداف طريق المسافرين وإيذاء العابرين باستخدام مختلف أنواع الأسلحة لكن الضربات التي تلقتها على أيدي القوات المشتركة التي سبقتها ضربات مماثلة قبل أيام عملت على الحد من اعتداءات الميليشيا القوات المشتركة سبقها لها وأن أفشلت محاولات تسلل لميليشيات الحوثي لتستمر القوات في تقدمها باتجاه أطراف وادي رسيان الذي يربط مديرية مقبن مرورا بالبرح وصولا إلى مدينة المخى على الساحل الغربي حيث يعد خط إمداد رئيس الميليشيات الحوثي الرابط بين تاعز وجبهات البرح والمناطق الشرقية لمديريات المخى والوازعية وموزع هذه الجبال يحاول الحوثي من خلالها جاهدا استعادت مواقع سبق وأن خسرها مسبقا تأرة بقصفه المدفعي على مواقع القوات المشتركة من جبال رسيان بمنطقة البرح وأخرى بمحاولة تقدم سرعان ما تفشل أمام الصمود وعزيمة أفراد القوات المشتركة وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من المركز العالمي للعمالقة صابر حليس مرحبا صابر أهلا شهر بك ومشاهدين في الأمور مرحبا بك إذن الميليشيات الحوثية ما زالت تتمركز في جبال رسيان وغيرها من المناطق الاستراتيجية إن صح التعبير وتكون باستهداف المواطنين كيف يمكن التعامل مع مراكز القوة للميليشيات الحوثية وأيضا أطلعنا بشكل عام على الوضع الميداني في البرح الميليشيات الحوثية تلقى إلى التمركز والتموط على الجبال والمواقع الاستراتية التي خسرتها في الأيام الماضية على قوات القوات المشتركة في جبال البرح إلا أن من خلال عملية رصد وعملية استقراراتية يعني دقيقة تمكنت قوات مدفعية اللواء الظابع عشر عمالقة من استهداف الدمعات وتحقينات الميليشيات الحوثية في جبال والأماكن التي تتخذ منها يعني ملجأ أو مركزا لإستهداف المجاملين والمواطنين والمارضين في جبال البرح تفضل تفضل نعم بشكل عام بجبال البرح القوات المشتركة بمثل عمليات استهداف تقيقة إضافة إلى فسر عمليات تسلل تقوم بها المشكل الحوثية من حين إلى آخر نتيجة خصبانها المواطن والأماكن التي تم الشطر عليها من قبل قوات المشتركة نعم إذن الميليشيات ما زالت لديها طرق للإمداد كيف يمكن التعامل مع هذه الطرق كيف يمكن طبعا قطع الإمداد عن هذه الميليشيات خصوصا أنه تحدث عن ودي رسيان الرابط بين تعز والبرح المكان الاستراتيجي التي تقوم الميليشيات باستقدام تعزيزات منه التعزيزات التي يغمها الميليشيات في الحوثية من ناحية وآخر إلى تلك المواقع يتم التعامل معها بسلاحة المفعية بكل دفقة وعملية رصد متمكنة نعم إضافة إلى استهداف الأطوم والتعزيزات العسكرية بشكل متمكن آخرها يعني خلال الأيام الماضية تم استهداف عديد من الأطوم والتعزيزات العسكرية من الميليشيات خسرت خلالها الميليشيات عشرات القتل والجرحى نعم يأتي ذلك ردا على خروقات وامتهاكات الميليشيات الحوتية التي تقوم بها في محافظة الحديدة لأن تلك الميليشيات لا تعرف إلا استهداف الأماكن والمنشعات العامة والحيوية أما في الجبهات فتؤجها أبطال قوات المشتركة فيلقون لها دروس من الزع نعم إذن أشكرك جزير شكرا برحليس من المركز العالمي للعمالك شكرا جزير لك في الضالع شهدت جبهة الفاخر وحبيل الكلب بقعضبة في الضالع أيضا مواجهات بعد تسلل الميليشيات الحوتية باتجاه مواقع القوات المشتركة وكانت الميليشيات وحولت مناطق صبيرة بقعضبة أخرى في أطراف الحشة أو كارل لتجميع عناصرها للقيم بهاجمات على مناطق الجب وبتار وإيضا المشاريح ومناطق أخرى لرفع معنويات عناصرها المنهارة التي سرعان ما تفشل على أيدي القوات المشتركة وإيضا المقاومة الشعبية الذين عقدوا العزم على مواصلة معركة تحرير ما تبقى من مناطق الضالع وكل أجزاء اليمن تعتبر منطقة صبيرة شمال غرب مديرية قعطبة ومناطق حبيل عبيد والشامرية ببلاد الحيقي بأطراف مديرية الحشة غرب الضالع من أهم المواقع والأماكن التي تقوم الميليشيات الحوثية بالتخندق فيها وتحشيد عناصرها وشن هجماتها على مواقع القوات المشتركة والمقاومة الشعبية في مناطق معسكر الجوب وبتار والمشاريح وغيرها من المناطق التي تم تحريرها مؤخرا ويخوض أبطال المقاومة الشعبية بجبهة المشاريح وبتار معاركا ضارية مع الميليشيات الحوثية حيث تواصل كتائب الشهيد مروان العشوين تصديها لعناصر الميليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة بعد أن تمكنت من التوغول ويؤكد أبطال المقاومة الشعبية عزمهم على استكمال تحرير ما تبقى من مناطق باتجاه مديرية الحشاء واستفافهم إلى جانب إخوارهم في القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية التي تخوض أشرس المعارك في اتجاه الجوب وصويرة وبقية الجبهات نحن من كتائب الشهيد مروان العشوين في موقع شموخان المطلة على هذه المناطق التي سيطر عليها الحوثي وهي الشامرية وحبيل عباد وحبيل يحياء بالقرب من مدينة الحشاء وفي الاتجاه هذا حبيل السماعي والوغرة والصولية ومحطة الشرقي نحن من كتائب الشهيد مروان القائد مروان العشوين نحرر المناطق المحاذية للحشاء من حبيل يحياء إلى الزقمة وكانت تعزيزات جديدة قد وصلت إلى جبهات الضالع تشمل عدة تخصصات حيث تقوم وحدات من ألوية الصاعقة المرابطة في جبهات الجبوة صبيرة وما جاورها بتأمين عدد من المواقع التي تم تطهيرها باتجاه قعطبة شمالا والحشاء غربا حيث وصلت اليوم تعزيزات تابعة لللواء السادس الصاعقة والنخبة استعدادا لتطهير وتحرير ما تبقى من مناطق الضالع والتي تعاني من صلف وبطش الميليشيات الحوثية نحن لقيا تعزيزات إلى منطقة بتر والقب ومناطق أمام الحشاء وشامرية ومام العود نحن الآن في موقع شمخان المحاذي لمنطقة حبيل يحيا وحبيل عبيد بمنطقة الحشاء والتي تتمركز فيه كتائب الشهيد القائد مروان العشوي وتواصل المقاومة الشعبية الجنوبية التقدم باتجاه مناطق الحشاء من الاتجاه الغربي وباتجاه منطقة حبيل السماعي من الاتجاه الشمالي لمحافظة الظالع والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية عازمة على تطهير كل مناطق الظالع وتقدم صوب محافظة إب من موقع شمخان المنطل على منطقة حبيل يحيا بالحشاء محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الظالع ينضم إلينا عبر الهاتف من الظالع القائد الميداني في جبهة الفاخر العميد عبد الرويد مرحبا بك نعم سيدة العميد هل تسمعوني نعم إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال وفي أقصى الشمال أحبطت القوات الحكومية هجوما حوثيا في مدينة رازح بصعدة أسفر عن خسائر بشرية ومادية وقالت مصادر عسكرية إن الميليشيات شنت هجوما على مواقع قوات الحكومية في تبت السواد والعريشة جرت تصدي له وتكبيل الميليشيات خسائر كبيرة في العدة والعتاد وفرار من تبقى من عناصرها في العراق حالة من الارتباكي تسود صفوف ميليشيات نعم في الصفوف الميليشية الحوتية الدرع الإيرانية في اليمن ذلك بعد نجح عملية استخباراتية في القضاء على أرفع قائد للميليشيات ما تسمى بفيلق القدس وأفدت الأنباء وأن عددا من المساجد الخاضعة لسيطرة الميليشيات قامت بصلاة الغائب في مشهد يؤكد الارتباط بين الأصل في إيران والذراع في اليمن مكتل قائد فيلق القدس الإيراني في العراق اختيار التوقيت والمكان كان بعناية بالغة فقد أزيل الحرج عن مسميات السيادة لإيران وأمريكا على حد سوى الخبر أصاب الكثير من أذيال إيران في المنطقة بالارتباك الشديد وتوقع المصير ذاته فها هي إمبراطورية فارس يهتز عرشها وتصل الصواريخ المسيرة إلى أهم شخصية فاعلة فيها قناة المسيرة الحوثية إيرانية المنهج والنهج وذراع خمنائي وضهران في اليمن أعلنت حالة الاستنفار ولم يكف شريد العاجل عن الظهور منذ صباح الجمعة الباكر ما يعكس حالة الخوف والهلع والارتباك غير المسبوق فعبد الملك الحوثي يدرك جيدا أنه هدف سهل مقابل قاسم سليماني الذي يراقص أذرع ضهران في المنطقة من لبنان إلى العراق وسوريا وانتهاء بمليشيات الحوثي في صنعاء وزارة الخارجية الخاضعة لصيدرة الحوثي في صنعاء أعلنت إدانتها واستنكارها مكتل الإيراني قاسم سليماني وإلى جواره ما يسمى بالمهندس ونائب قائد الحشد الشعبي للمليشيات الشيعية والذراع الإيرانية في العراق الأنباء من صنعاء تواترت أيضا فمحمد علي الحوثي خرج بتعزية إلى القيادة السياسية في إيران بل إن الحوثي المضاح به من قيادة اللجنة الثورية نصح النظام الإيراني بالرد المباشر على القواعد الأمريكية المليشيات الحوثية أيضا أعلن الصلاة الغائب على قاسم سليماني وتم ذلك في عدد كبير من المساجد الخاضعة لأيدلوجية المليشيات كما أفاضت مصادر من هناك بعكس شوارع العراق التي خرجت فيها التظاهرات الفرائحية الحنق الحوثي في مقتل قاسم سليماني الإيراني له ارتباطات كبيرة بالمليشيات الحوثية في صنعاء فالتقارير اللوجستية الاستخباراتية رصدت عددا من التوجيهات كانت تمر عبر بوابته كما أنه أرسل مرارا وتكرارا خبراء كانت الحكومة اليمنية قد احتجزت عددا منهم وتم الإفراج عنهم في العام 2013 بل إنه على ارتباط المباشر بسفينة جيهان التي تم التمكن من الإمساك بها وتعد الدليل الأكبر على النشاط والتدخل الإيراني في اليمن جانب الحنق الحوثية ونؤكد هنا على مسمى الحنق لم يدع مجانا للشك على الارتباط الكبير بين إيران والمليشيات الحوثية التي قبلت بأن تجند اليمنيين من أبناء القبائل خدمة لأسياد سليماني ولمشروعهم التي تحدثت عن الحوثية في ملازم الصريح حسين الحوثية منذ العام 2004 وبالعودة للاتصال بالعميد عبد الروايد ومستجدات الأوضاع في جبهة الضالع مرحبا سيادة العميد نعم مرحبا بك أسمعك إذن صبيرة وبلاد الحقي هذه الأماكن التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية كيف يمكنكم التعامل مع هذه الأماكن وأيضا ما هي مستجدات المعارك بشكل عام في جبهة الضالع الصوت ضعيف قليل ولكن سمس بعضها نعم المعارك في محافظة الضالع ما بين المد والجزر بيننا وبين جعاف الميليشيات الحوثية من جهة نعم وأما في الجانب الجنوبي للجبهة وهي باتجاه منطقة الحشاء فهناك أيضا استباكات متواصلة ومتقفة بعض الأحيان مع قواتنا وجعادنا الحوثي نعم ويتم محاوة التسلل وباستمرار من قبل جهة الميليشيات باتجاه الجب وصبيرة ولكن قواتنا لهم بالمرصاد وتخددهم خسائر فادحة نعم في المعدات والأرواح إذن سيادة العبي في الأيام الماضية نعم حبيل السماعي والحشاء يبدو أنها الأهداف التي أنتم بصدد البصول إليها بإذن الله تعالى حدثنا عن التقدمات وخصوصا في هذه الجبهات المحركة ما قلت لك مستمر هناك وإن شاء الله خلال الأيام أو الساعة القليلة القادمة نعم سيتم الوصول إلى حبيل السماعي وهي قطع ذهبر منيشيات الحوثي من الانتشار في أكثر من منطقة وقط الخط العام الذي يؤدي إلى منطقة الحشاء نعم مما يضيق عليهم من خناق في سفال منطقة العود نعم في اتياه جبل حمك والوصول إلى الجبل الاستراتي وهو جبل حمك نعم إذن أشكرك جزيزيز شكر العميد عبد الروايد قائد ميداني في جبهة الفاخر عمت الفرحة في الشوارع العراقية وفي العصمة العراقية بغداد والمدن الأخرى بعد مقتل القاسم سليماني وذكرت الأنباء أن العراقيين خارجوا فجر الجمعة إلى ساحة التحرير ببغداد وعدد من المناطق للتعبير عن فرحتهم بمقتل الجنرال السليماني الذي أذاق الشعب الويلات منذ احتلال العراق وهدف المحتفلون لمقتل سليماني الذي يتهمونه بالمسؤولية عن سقوط قتلى في المظاهرات التي تشهدها العراق منذ ثلاثة أشهر تمكنت وصادة سعودية من احتواء اشتباكات مسلحا دلعت منذ ثلاثة أيام بين القوات الحكومية وقبيلة لقموش في منطقة هداب ومدينة حبان محافظة شبوة والإفراج عن شقيق قائد القوات الخاصة وأفاد مراسلنا أن لجنة وصادة يقودها العميد عنان روزيق استطاعت إيقاف الاشتباكات التي اندلعت بين الجانبين ثلثة الماضي على خلفية اختطاف شقيق قائد القوات الخاصة بالمحافظة التركي لعب وذلك للمطالبة بجنود متهمين بقتل أحد أبناء لقموش خلال مشاركته في تظاهرات شعبية في منطقة عزان تطالب بعودة قوات النخبة وأضف أن لجنة الوصادة تسلمت تركي لعكب بعد تقديم وعود لأبناء القبيلة بمحاكمة الجنود المتهمين بقتل ابنهم سعيد القميشي الأخبار مستمرة وفيها بعض الفاصل قضائف الميليشيات الحوذية تسببت في إعاقة امرأة مسنة ونزوح زوجها بعد إصابته برصاص قناص مرور عام من الهدنة والحويتة يتم قصف منازل المواطنين سألتها قد عشق واكتا وقد عمالي خلوا بيوتهم هنا قبها ذلو وقدموا طيئة دارهم لحقون بالصوارغ لنا في ارتكابها قرائم ضد المواطنين تم إشارتنا بتعزيخة عربيبي لأخبر الحوذية الامتلحزية نحن ملتزمون بالهدنة رغم الخروقات الحوذية ولميشة الحوذية لم تلتزم في المواطنة الدولية ولا في العراف المحلية الهاونات على مدينة حيث والتحداء وعلى بعض من المناطق التهامية اتفاقش فايد لم يأتي بأي جديد اتفاقش فايد هو الصالح للماء الحوثية استهداف مصنع إخوان ضابط من قبل الميليشيات الحوثية برغم من الهدنة الهشة نطالب هنا هذه الاتفاقية لأنها اتفاقية مقعفة بالدرجة الأولى على الشعب اليمني في مديرية حيث محافظة الحديدة قذيفة حوثية تسببت في إعاقة مسنة وإضا نزوحها إلى خيمة متواضعة بعيدا عن زوجها التي تركها بعد إصابته برصاص قناص حوثي توقيع الزمان على هذه الطاعنة في السن ماثل في محياها لكن الشضايا التي سكنت جسدها النحيل بفعل قذيفة حوثية أشد وأنكى ولم تعد تقوى على الحركة نعمة نهاري تحولت حياتها إلى نقمة بفعل الإعاقة التي لحقت بها منذ أكثر من عام جراء القذيفة التي دمرت منزلها في منطقة بيت مغارب مديرية حيث جنوبي الحديدة مضطرها إلى النزوح إلى هذه الخيمة المبنية من أعواد القش والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة كفى بكداء أن ترى الموت شافية ولسان حال هذه المسنة التي باتت ترى في الموت خلاصا من المعاناة التي تكابدها كل يوم مصائب نعمة لم تنتهي فإلى جانب الإعاقة التي أصيبت بها تعرض زوجها لرصاصة قناص حوثي ما جعله يهجر القرية وينزح إلى مكان آمن وكلما هم بالعودة تذكر مصابه وأحجم عن ذلك زوجها لرصاصة قناصة هنا وتعالى جلو شبهه لو قم يمشي لبدني شمشي هنا قناصة لرصاصة حقا بحويته فآخر رمضان ولقى رمضان وشيتي ذاهو رمضان اليوم آه عاد قذائف الميليشيات الحوثية فرقت بين نعمة وزوجها وهذا الأخير ما زال بانتظار فرج قريب حتى يعود إلى زوجه إن كتب له في العمر بقيا في المقابل ترى نعمة في الموت مخلصها الوحيد من شر الميليشيات المحدقة حادثة مقتل المهندس علي مرغم في شارع الزبيري تثبت بما لا يدع مجالا للشك حالة الانفلات الأمنية التي تعيشه العاصمة المختطفة صنعا فوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية لم تعلن إلى الآن ملاحقة القتل أو الإشارة بأصابع الاتهام إلى المتسببين برغم أن القضية باتت رأي عام تداولها آلاف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس استيقظت العاصمة المختطفة صنعا على إطلاق رصاص كثيف بين إصابتين في أهم شارع حيوي حالة من الانفلات الأمني تعيشها هذه المدينة الذي بات أخذ الحقوق فيها بصورة شخصية وعبثية لا يؤبه للطريقة ولا لأرواح الأبرياء خلافات يعزها البعض إلى أنها عراق بين رجلي أعمال تجمعهم صلة الأخوة استغلوا حالة الانفلات الأمني وغياب الدولة وانشغال قضاء صنعاء في محاكمات ترامب ووزير دفاعه لينزل كل واحد منهم إلى الشارع مطلق للرصاص على الآخر والضحية في النهاية هو المواطن المهندس علي مرغن قتل بدم بارد راكبا سيارته لا ناقة له ولا جمل في صراع الأشقاء نعم الحصرة بدت على صوت صغيره وزوجته التي لم تملك بدا سوى الصراخ وهو أقل ما قد يبوح به المكلوم صنعاء التي تسميها الأمم المتحدة أنها خاضعة لسلطة الأمر الواقع لم يظهر من الداخلية فيها أي بيان ملاحقة أو معرفة لهوية القاتل بل ترك الأمر لصفحات التواصل الاجتماعي التي علق فيها اليمنيون بوجع وألم على بكاء الصغير وزوجة المهندس واللعنات على الرصاصة الغادرة التي فاقمت معاناة هذه الأسرة في لبنان احتشد المتظاهرون في ساحة النجمة بوسط العصمة بيروت قرب أحد مداخل المجلس النيابي احتجاجا على التشكيل الحكومية المرتقب وذكرت الأنباء أن المتظاهرين وأن رئيس الوزراء المكلف لا يحظى بإجماع وطني ولا يحظى بالاستقلالية الكافية التي تؤهله لتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشارع اللبناني المنتفض الذي يطالب بحكومة من الاقتصاصيين المستقلين وضافت الأنباء في التظاهر أمام هذا البرلمان لم تشهد أي احتكاك أو مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية التي كثفت من وجودها في المداخل المؤدية إلى البرلمان ومع بداية العام الجديد كشفت دراساتنا أن الاقتصاد العالمي تجه نحو الإيجابية والتفاؤل وارتفع نسبة نمو الناتج المحلي للبدان المتقدمة مع حلول العام الميلادي 2020 بالتزامن عن حصار التوتر التجاري بين البلايات المتحدة الأمريكية والصين الذي أثر سلبا على التجارة العالمية خلال العام الماضي تميل النظرة صوب الاقتصاد العالمي بحلول عام الميلادي الجديد 2020 إلى التفاؤل أكثر من التشاؤم رغم النزاعات التجارية التي عطلت النمو الاقتصادي في عام 2019 ولكن مع تخفيف حدة التوتر والسياسة النقدية يمكن أن يتجه نحو طريق الانتعاش فقبل عام بدأ الاقتصاد العالمي مهيئا للإبحار السلس ولكن مع مروري أشهر من العام نفسه أبطأت التوترات التجارية من التقدم بنسبة 60 نقطة ما قلل من ثقة الشركات وإنفاق رأس المال دراسات اقتصادية توقعت بأن يكون الاقتصاد في العام 2020 إيجابيا بالتزامن من التخفيف للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهما أمريكا والصين والتي بدأت تهدأ بينهما ما قد يؤدي إلى إحراج تقدم صوب مزيد من التقارب وربما قد يصل إلى الاتفاق النهائي ورغم الشكوك بشأن التجارة التي لا تزال قائمة فأنه يمكن أن تتحول رياح الاقتصاد العالمي صوب الانتعاش المصغر الذي قد يمتد لعقد من الزمن وتوقعت الدراسات انتعاشا في نمو ناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى ثلاثة واربع من عشر بالمية في الربع الرابع من العام الجارية بمتوسط نمو ثلاثة واثنين من عشر بالمية خصوصا في الأسواق الناشئة وأوروبا فيما الاقتصاد الأمريكي واصل تمسك بأرضية مستقرة لكنه قد يتباطأ معدل النمو في الوقت نفسه خفف عشر بنك مركزين السياسة النقدي على مدار 12 شهر الماضية وتشير توقعات لمزيد من التسهيلات مع بلوغ معدل السياسة المتوسط المرجح العالمي أدنى مستوى في سبع سنوات بحرول مارس المقبل كبير الاقتصادين الأمريكيين إيلين زينينتر أكد أن استقرار النمو في أماكن أخرى من العالم من شأن أن يرفع الصادرات والاستثمارات التجارية والتي هي الآن في مستويات مخفضة للغاية وأدت التوترات والتعريفات التجارية إلى جعل عام 2019 صعبا بالنسبة للعديد من أسواق الناشئة ولكن تشير نظرة النمو العالمية إلى ارتفاع أرباحها بالنسبة النمو تصل إلى 12% وأكد اقتصاديون أن بقاء التوتر التجارية الأمريكية الصينية سيترك أثرا سلبيا على تقدم الاقتصاد العالمي بنسبة 3.12% وعلى الرغم من أن البنوك المركزية في جميع نحاء العالم تعمل على تسهيل السياسة النقدية في وقت واحد فمن المرجح أن تتباين أسواق السنادات العالمية هذا العام وبالنظر إلى المستقبل يجب على المستثمرين توقع المزيد من التشعب داخل الأسواق المتقدمة نتيجة اختلاف توقعات الاتمان بحسب المنطقة والقضاع والجودة أما بالنسبة لتوقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأخطار الاقتصادية المحتقة بها فإن البنك الدولي توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي فيها على المدى المتوسط بنسبة 2.6% خلال العام الجاري تذكير بأبرز العنوين القوات المشتركة تعتبر تصريحات قائد محور تعز هروبا من استحقاق تحرير ما تبقى من المحافظة حسائر حوثية فادحة في الجبهات الفاخر بالطالع والمرابطون يجددون عزمهم استكمال تحرير المحافظة مصرع قاسم سليماني وآخرين بضربة جوية أمريكية في العراق وحالة من الارتباك في صحف الميليشيات الحوثية نشرة الخمسة ونصف تجمعا وبإذن الله تعالى إلى اللقاء اشتركوا في القناة